اشتركوا في القناة على النظام الجديد كتير وهنعودك على نوعية الاسئلة اللي جات في امتحان السنة اللي فات قبل ما تخش عشان يبقى مدت اللغة العربية سهلة عليك قلنا للهمزات او الوحدة الاولى هتحتاجها في النحو هتحتاجها في التعبير فركز فيها كويس جدا الله يبارك لك النهاردة ناخد الهمزة المتوسطة يلا بقى كده مع الهمزة المتوسطة مش اعود احفزك بقى اذا كانت مفتوحة ما قبلها مفتوح ترسم على الالف او مفتوحة ما قبلها ساكن ترسم على الالف لا 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 تعالى اتعلم الهمزة المتوسطة بشكل ابسط مما تتخيل انا عايزك تحفظ لي السلم ده السلم ده نسمي سلم ايه سلم قوة الحركات سلم قوة الايه الحركات ونتفي كده ان اقوى حركة في الحركات الحركات هي ايه الضمة والفتحة والكسرة والسكون اقوى حركة ايه الكسرة احفز معاك ده اقوى حركة الكسرة تليها في القوة الضمة هننزل لتحت هننزل تاني هنروح للفتحة لسه ناس حركة السكون اه هنعوز درجة تانية من السلم ايه بعد كده يلا السكون اول خطوة ان احفز السلم ده كده سلم ايه قوة الحركات ان اقوى حركة الكسرة تليها الضمة طليها الفتحة تليها السكون خلاص كده الحاجة التانية اعرف لي بقى الحتين دولة ماشي في الهمزة المتوسطة اول حاجة هتبص عليها حركة الهمزة حركة الايه الهمزة يعني تشكيلة الهمزة يعني يعني تشكيلة الهمزة شوف لكده الهمزة دي على فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا سكون تانية حاجة حركة الحرف اللي قبل الهمزة حركة الحرف الذي قبل الهمزة يعني تشكيلة الحرف اللي قبل الهمزة تشكيلة الحرف اللي قبل الهمزة خلاص كده يلا طيب ايه تاني قلتلي كده سلم قوة الحركات قلتلي هبص على تشكيلة الهمزة قلتلي هبص على تشكيلة الحرف اللي قبل الهمزة عبص علي تاني قلتلك والله بقى هتشوف على تشكيلة الهمزة وتشكيلة الحرف اللي قبل الهمزة وتقارن ما بينهم كسرة وضمة كسرة وكسرة فتحة وكسرة كسرة وضم تشوف والله لو الكسرة موجودة تكسب والهمزة المتوسطة هتترسب معك على نابرة كده لو الضم الأقوى ما بين تشكيلة الهمزة والحرف اللي قبل الهمزة هتاخد تكسب الضم تاخد الهمزة على الواو لو الفتحة الأقوى هتاخد الهمزة على الألف غير كده هلاقي الهمزة على السكون ناخد بعض الأمثلة يلا السهلة كده درس سهل يعني أنا لما أقول كده مثلا كلمة سؤيلة مش عايزك بقى تحفظ قولي إيه الهمزة رسمة على النبرة أو على الياء لأنها مكسورة ما قبلها مضموم خلاص ما نعرفت خلاص إن الكسرة أقوى من الضم وديهمزة متوسطة هتاخد الهمزة على النبرة سبب رسمها إيه مكسورة ما قبلها مضموم مش هحفظ أنا بس لما بص كده هجيب السبب خلاص إيه تاني قال لي والله فيه كلمة تاني ترسم على النبرة لما زي كلمة هايقة ركز معي كده وكلمة بيئة أيها السيز تقول لنا إن الكسرة لو أقوى هتاخد الهمزة على الياء طب كلمة هاي الياء سكون هاي هاي الهمزة فتحة والفتحة أقوى من السكون المفروض إيه على الياء فبنعتبر حرف العلة ده إيه كسرة زي كذلك بيئة ما هي دي ياء ساكنة لأن حروف المادة ساكنة والهمزة على فتحة آه بس بنعتبر إن الياء دي إيه آه نعتبر الياء حرف العلة دي كسرة كده رسمة الهمزة على الياء على النبرة سهلة إذلك لو على مثلا على الواب أنا دلوقتي لما أقول كلمة سؤال ما تيجي نشكل الحرف اللي قبل الهمزة ضمة الهمزة فتحة فتحة وضمة أي أقوى الضمة آه مدام الضمة تكسب يبقى الهمزة تروح على إيه آه تروح على حسب قوة حرف حركة الحرف سواء الهمزة أو اللي قبل الهمزة أيهم أقوى بيكسب وياخد الهمزة ويرسم الهمزة بمزاجه فتضمة ترسم الهمزة على الواب سؤال فؤاد وهكذا طبعا الألف قال لي والله مثلا عندك كلمة رأس كلمة إيه رأس الرأة لها فتحة والهمزة سكون أنا أقوى الرأة الفتحة والهمزة كون آه الفتحة أقوى خلت الهمزة على الإيه على الألف سألة الهمزة فتحة والسين فتحة فتحة وفتحة خلاص بها الفتحة الأقوى يبقى الهمزة على الألف في كلمة سألة خلاص كده طيب إمتى بقى ترسم على السكون قال لي والله في الحالات التانية خلاص مفيش باقوة مفيش حرف ساكن أقوى قال لي أني تلاقي أني الهمزة عليها فتحة وقبلها ألف مد زي تفائلة يبقى الهمزة بتترسم قبلها وامد زي مروءة الهمزة مفتوحة قبلها وامد برضو تبقى همزة مفتوحة قبلها وامد يبقى ترسم الهمزة على السطر إذا كانت مفتوحة قبلها ألف مد زي تفائلة وكلمة قراءة ماشي وكذلك مفتوحة قبلها وامد زي مروءة وغيرها من الكلمة وموبوءة موبوءة إيه آخر حاجة ترسم فيها على السطر قال لي والله بص كده الكلمة دي الهمزة مضمومة رؤوس قال لي الهمزة إذا كانت مضمومة وبعدها وامد لا تتصل بما قبلها ترسم على السطر إيه قال لي معه الواو استحالها تتصل بالإيه بالرأ الرأ والواو ما يتشبطوش في بعض كده خلاص يبقى مضمومة بعدها وامد والواو المد هزي لا تتصل بما قبلها دي كده الهمزة المتوسطة بالهمزة المتوسطة بنعمل إيه؟ نحفظ سلم قوة الحركات إن أقوى الحركات الكسرة تليها الضمة تليها الفتحة تليها السكون إيه ما بتشوف تشكيل حركة الهمزة والحرف اللي قبل الهمزة وعلى حسب سلم قوة الحركات بنرسم الهمزة خلاص ترسم على الياء إمتى إذا كانت الكسرة أقوى وكلمة هيئة أو بيئة بنعتبر إن الحرف المد الياء كسرة خلاص ترسم على الواو إمتى إذا كانت الضمة أقوى ترسم على الآلف إمتى إذا كانت الفتحة أقوى ترسم على السطر إمتى إذا كانت مفتوحة قبلها آلف مد مفتوحة قبلها واو مد مضمومة بعدها واو مد اكتبها لك ايه مضمومة بعدها واو مد وما وهذه الواو وهذه الواو بعدها واو مد لا تتصل بما قبل الهمزة خلاص كده يلا بقى نروح كده للإيه للهمزة المتطرفة الهمزة المتطرفة اللي هي الحرف الأخير عشان كده سموها متطرفة الهمزة المتوسطة كان بتبقى في نص الكلمة المتطرفة في آخر الكلمة والله يالله الهمزة المتطرفة دي سهلة جدا وطيبة جدا يعني قال له والله يا ملاش دعوة هي على حسب ترسم على حسب حركة الحرف الذي قبلها يعني هي بتقول لك أنا مليش دعوة الحرف اللي قبلها لو الحرف اللي قبلها مكسور ترسم على الياء حرف اللي قبلها مضموم ترسم على الواو حرف اللي قبلها مفتوح ترسم على الألف غير كده ما قبلها ساكن أو مد ترسم على السطر يبقى الهمزة المتطرفة على حسب ايه؟ تشكيل الحرف اللي قبل الهمزة المتطرفة قال له والله انت لما تاخد كلمة شاطئ الطاق علىها كسرة عشان كده الهمزة على الياء شاطئ الهمزة على الياء للهمزة المتطرفة رسمت على الياء لأن حركة الهمزة حركة حرف الذي قبل الهمزة اللي هو الطاق ماله مكسور ماله مكسور طيب قال لي مضمومة قال لي زي كلمة طباط لي رسمت الهمزة على الواو قال لي ان الطاق دي علىها ضمة يبقى تشكيل حرف اللي قبل الهمزة مضموم رسمت الهمزة على على الواو طيب مفتوح زي كلمة بدأة لي رسمت الهمزة المتطرفة دي على الآلف قال لي ان الدال دي على فتح أو مبتدأ اه الدال على فتح طيب ما قبلها ساكن ترسم على السطر ازا كلمة شيء الناس بتكتب شيء كده غلط اعرف باعشان منكن يجيبها لك في امتحانة وبنتها تكتبها غلط شيء الهمزة على السطر ماشي في ناس يعني بعض في اجلسة الكمدر كده يحط لك الهمزة كده برضو هي على السطر بعد الياء لازم تيجي بعد الياء الساكنة او جزاء ما قبلها الف مد خلاص جزاء او سماء بهمزة قبلها مد الهمزة المطرفة قبلها حرف مد حرف المد الساكنة او قبلها ساكن ترسم على السطر يبقى الهمزة المطرفة سهلة جدا على حسب حركة الحرف اللي قبل الهمزة بنرسم الهمزة ما تمشيش خليك معايا اكتب لك بعض التدريبات اللي هتساعدك على فهم الدرس بتاع الهمزات سواء الف الوصلة المزة القطع اللي خدناها في الفيديو اللي فات والمتوسطة والمتطرفة يلا بقى بص معايا التدريبات كده اللي عالصبورة نقط عظماء نقط عظماء نضع مكان النقط ايه الشعراءنا شعراءنا شعرائنا شعراءنا تعال كده بقى بص معايا ايه اللي بيحصل في التدريبات دي بولي عظماء نقط عظماء بولي بقى بص بيقول لك ايه نقط مديك نقط في المثال اكتب لك كلمة ايه كلمة عظماء وعايزك تختار ما بين شعراء انا وشعراء طب دي هتكون جملة اسمية دي هتكون ايه جملة اسمية طب الجملة الاسمية دي خلاص مبتدأ مرفوع وعظماء خبر مرفوع شعراء انا مبتدأ وعظماء خبر عايز اعرفك حاجة بقى الهمزة المتطرفة كلمة شعراء همزة متطرفة رسمت على السطر لانه قبلها الف مت الهمزة المتطرفة اذا اتصلت بضمير احفظ اذا اتصلت بايه بضمير اي ضمير بقى اي ضمير متصل اذا اتصلت بضمير في حالة الرفع نرسمها على الواو وفي حالة النص على السطر وفي حالة الجر على نبرة الهمزة المتطرفة في حالة الرفع الهمزة المتطرفة اذا اتصلت بضمير في حالة الرفع ترسم على الواو وفي حالة النص ترسم على السطر وفي حالة الجر ترسم على نبرة فكلمة شعراء همزة متطرفة اتصلت بين المتكلمين شعراءنا طب هي مبتدأ ففي حالة رفع فنختار رقم به شعراءنا والله دي لو كانت منصوبة شعراءنا شعرائنا لو كانت مجرورة طبعا غلط المد دي خلاص كده؟ طيب السؤال التاني بقول لي اي الجمل التالية كتبت بصورة صحيحة ما دي اسئلة الامتحانات بقول لي ايه الجملة بقى اللي مكتوبة بصورة صح بقول لي يجب علينا الانطلاق نحو تنمية انتاجنا يجب علينا الانطلاق نحو تنمية انتاجنا طبعا كله جملة واحدة كله يجب علينا الانطلاق نحو تنمية انتاجنا بس عالة نشوف بقى اني جملة اللي صح يلا كده نمسك جملة جملة يجب علينا الانطلاق ماشي نحو تنمية انتاجنا تمشي لان الانطلاق مصدر انطلقة وانطلق فعل خماسي فالمصدر الخماسي قلنا الف ايه وصل فهي مكتوبة كده ماشي طب نحو تنمية انتاجنا انتاج مصدر الفعل انتاجه وانتاجه ماضي رباعي قلنا الماضي رباعي والامر من هو مصدره قطع تمام بس تعال نشوف التانيين يجب علينا الانطلاق اه حطدلي الهمزة على همزة قطع والانطلاق مصدر خماسي وصل فهينا دي كده غلط نحو تنمية انتاجنا اه كتبها لي صح همزة قطع عشان ده مصدر رباعي لكن مدام في غلطة خلاص ماينفعش يجب علينا الانطلاق الف وصل ماشي مصدر خماسي نحو تنمية انتاجنا كتب لي هنا وصل وده مصدر رباعي فالمفروض كانت تبقى قطع فدي الغلطة يجب علينا الانطلاق اه المصدر الخماسي كتبها لي قطع وهي وصل فدي غلطة نحو تنمية انتاجنا برضو دي قطع وكتبها لي وصل فهدي غلط خالص في الاتنين فالإجابة الصحة رقم كام رقم ألف طيب ولي أي الكلمات التالية بها خطأ املاقش أي كلمة من دولة فيها خطأ ايه املاقي كلمة انهاء ولا انتهاء ولا انتهى ولا انهاء قال لي والله انهاء مصدر الفعل انهى وانهى فعل رباعي ماضي رباعي والمضر رباعي والامر منه ومصدره قطع فدي مكتوبة بصورة صحيحة طيب انتهاء مصدر الفعل انتهى والفعل انتهى خماسي والفعل الخماسي وامر منه ومصدره وصل فهنا في ثلاثة مكتوبة صح وانا هنا مكتوبة صح انما انتهاء مكتوبة غلط فالاختيار بتاعنا الصحيح هيكون رقم اثنين انتهاء الانتهاء بها خطأ املاقي المفروض مصدر خماسي فكان المفروض تكتب ايه كان المفروض تبقى وصل كان المفروض تبقى يا جماعة وصل طيب الشعر بقول لي وما شيء احب الى لئيم اذا سب الكرامة الجوابة اللئيم يحب جدا اذا سب واحد كريم ان الكريم يرده عليه عشان تستور رؤوس في ايه في السفالة بقول لي بقى سبب رسم الهمزة همزة ما تحته خط ايه همزة ما تحته خط شيء ولئيم شيء ايه ولئيم ركز معي بقى شيء مكتوب على ايه على السطر بعد الياء ايه ولئيم مكتوب على نبر بقول لي هالي السبب عشان الهمزة بتاعت شيء متطرفة بعد مد بالياء لا ده الياء دي ساكنة اساسا فدي كده غلط مش بعد مد بالياء هي متطرفة بس مش بعد مد بالياء وبقول لي وكلمة لئيم بعد الهمزة ياء مد مش هو ده السبب الرئيسي مش هو ده السبب الايه الرئيسي فالاختيار ده كده هنستبعده متطرفة بعد ساكن ماشي متطرفة بعد ساكن مكسورة بعد فتح لا والله هي مكسورة بس مش بعد فتح يعني مش ده السبب يعني مش هو ده الايه اللي هيكون السبب ال آسف ما عليش ده كده هيكون هيكون السبب مكسورة بعد فتح なので احنا بنبص في الهمزة المتوسطة لحركة ايه حركة الهمزة وحركة الحرف اللي قبل الهمزة فالهمزة مكسورة وما قبلها مفتوح اني اقوى في الحركات الكسرة احنا قلنا اقوى القسرة تليها الضمه تليها الفتحة تليها السكون فكده ده السبب صح مكسورة بعد فتح يبقى ما نقول لكده رقم به متطرفة بعد ساكن ماشي تمشي الهمزة فعلا متطرفة وبعدها ساكن طيب لقيم بقول لهمزة مكسورة بعد فتح نحن بنبص في الهمزة المتوسطة لحركة الهمزة وحركة الحرف اللي أبلي الهمزة فقلنا إن الأكوة حركة ulk تليها الضمة تليها الفتحة تليها السكون الكسرة لو الأقوة خلاص وكسبت تأخذها على نبرة الضمة أقوى تأخذها على الواو الفتحة أقوى تأخذها على فده الاختيار الصحيح متطرفة بعد ساكن ماشي مكسورة بعدها ياء مد انا مليش دعب في الامزة المتوسطة في الحرف اللي بعد الامزة متطرفة بعد مد بلياء مليش دعب ما فيش مد بلياء اساسي بل اختيار الصحر رقمي يا جماعة رقم به ان شيء مرسومة على السطر لانها متطرفة بعد حرف ساكن ولقيه مرسومة على نبرة لانها مكسورة وما قبلها مفتوح والكسرة اقوى تأخذها على الفتح. يعني خمس تدريبات كده افتقرنا بهم الدرسة تاني وشوفنا شكل الاسئلة في النظام الجديد على ما نحل معك بها من الكتب الخارجية. ان شاء الله تلاقي كل حاجة موجودة على قناتنا. ما تملش معايا. خلى عندك صبر سنة طويلة. آآ اللواء العربية حاليا هي اصعب مادة موجودة في المواد. لكن ان شاء الله معانا هتكون مادة سهلة وجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة